اختلاف ها منك نقول له البطاطا الحلوة اللي منك تقسمها كتكون بيضا من الداخل او لصفرة. وش كين شي اختلاف? في المكونات. افوالا. اللون ديال المتال البرتقالي. كنا رجلنا فيها الواحد البيتا كاروتين. والخورة ديك كتكون فيها البوليفينول. والبوليفينول البيتا كاروتينة او تاني لما يدخلو لدات شي حاجة كبيرة وشي حاجة مفيدة بزاف اللي اسمته واحدة المجموعة ديال. ديال الورغانيزم ديالنا. والخورة اللي بيضا? فيها المكونات اللي تكلمت عليها. داك شي اللي دبا انا تكلمت عليها اشنو كان في البطاطا حلوة كلها. الخاصية ما قد ينش نهضروا اليوم لانه كان موجودين في مدينة وما موجودين شي موضن اخرى. اللهم ما نعطوا الاشياء اللي هي موجودة عند الموضن المغربية كلها من 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 الراس حتى الجنوب. ممتاز. هنا مني مني تكلمنا على البطاطا الحلوة الناس اتبغي تعرف ما زال شنون فوائد ديالها مازال. ها. هكا وش حس كنشوف بعد مرات الناس كتاخدها مشوية. اما افضل مشوية طيب افطاجين. احنا كنعرفوا الحاجة مني كتدوز عليها فيها. ركت فقط بزاف ديال القيمة الغذائية ديالها من فيتامينات وغير. الناس كنشوفوهم بزيف كياخدوا البطاطا الحلوة المشوية. يعني انا بحل مسلا في مصر ولا هدا لدرجة انه كنين باعة. لي كيشيوا البطاطا يعني معروفة عندهم. هنا قليل. الناس انها تاخدها مشوية. نتكلم على الموضوع باش تفطي ديالها. ممتاز. ناس عارف كيفاش ممكن تستافد. من هاد الباب هدا. غندير واحد الوقفة. سبحان الله. آآ كان عندي واحد المجموعة ديال المراجع. الناس اللي خدموا على البطاطا الحلوة. مع البطاطا الحلوة. الخاصية اللي كين عندها ما كينش عندي واحد المجموعة ديال المواد والخضروات والفواكه. مزيلا. لما كطيب البطاطا الحلوة. البوليفينول ديالها كيتزادوا. مزيلا ممتاز. لما كطيب البطاطا الحلوة السكر يديها كيتزادوا. آآ كتزيد تحلى. كتزاد تحلى. كتكون نقصة شوية سكر. طيب كتحلى. صراح. وحتى اناليتيك موي. يعني تتحليلات بينات بأنه فعلا. المالتوز كيتزاد تموؤدك هداك هو اللي كيعطي لك الحلوة الزائدة ديال. ديال العجيبة. دوك من ناحية ديال البوليفينول ومن ناحية ديال السكرية هادو. والسكري هادا اللي كان اللي كان تكلمو عليه. ماشي السكري اللي يحفز الخرج ديال العنسولين. دوك الناس اللي اللي عندهم السكري هادو الى اكلوها ودائما كان قولوا هادية ناكلوها ومن بعد ساعتين كي عبروا السكر ديالهم القوا بأنه مكانش مكانش اختلاف عرف بأن غير اللي مالتوز هو اللي كان كتير في دك في الوجبة الغدائية ديالهم ملا ناكلوها ومن بعد ساعتين عبروا السكر ديالهم القوا بأن السكر طالع يعرفوا بأنهم خلطوها مع شي حاجة اللي حلوة وهي اللي طلعت لهم النسبة ديال ديت سكري في الدورة الدموية ديالهم فلهذا كاين عندنا وسائل باش أنني نراقب واش فعلا البطاطة اللي خديد حلوة طلعت لي السكر ديالي ولما طلعتوش من بعد ساعتين دي المكلة ممتاز هناك يجي المحطة الثانية وهي الفيتامين الفيتامين لما كان دوزهم العفية سلام الله عليكم الفيتامين كلهم كيمشوا شنو هو الحل هو أن البطاطة الحلوة دوز في العصير وهنا وهنا ما خرجناها ندرناها في العصير جميع اللي هدرنا عليها دابا هي اللي كتكون داك العصير دوك إلك تعزيز علينا كلها حلوة اللي يعني طيبة علش لما نحطش حدها واحد العصير اللي غيكون نخلط بمزن شوية ديالبرتقال وشوية ديال لازمتو البطاطة حلوة هدي لباز دونك البطاطة الحلوة مع الليمون ومع الورقية بحل السباني بحل البروكلي بحل هدو هدو المكة تخلطهم كيتصاوب واحدة إن شاء الله غدي نتكلموا عليها في الأسبوع المقبل غنصاوبوا اللي فيه هاد المواد هدو. بحل ديتوكس نو? نقدرون ندخلو في ديتوكس. إن فو كيدخل. فاش كتقول البرتقال كينقلية الدورة الدموية. أيغالما كيغدي من الرأس ده الرجلين. وعلش غاي غاي غايغدي الدات من الرأس ده الرجلين. لأن في في الأسبوع المقبل فاش غا ندخلو على ديتاي غايبالك بأنه في إعلان غادي ننخصص واحد على الأكل أو على الأقل واحد العصير دي البطاطة الحلوة في الأسبوع ديالي الدات ديالي. نعم. إذن كيف قلتي العصير ديال البطاطة آآ حاجة اللي هي مهمة البطاطة الحلوة خاصة إن لقدرناه مع الليمون ودرناه مع البروكلي أو للسلقة أو لهذا. صح. الإنسان هاد قلتي أنهم يأخذوا يقدر يأخذوا الصباح مثلا في القشية واخد طاجين دياله ديال البطاطة معنيش أو لخاص يكونوا قده بعض. يأخذوا بوحده. مهم. خاوع الكرش. مهم. إلا اخذيتهم بعد الماكلة لأنه كان واحد الخطأ كبير كيرتكوه الناس. أي حاجة اخذيتها كعصير مور الماكلة. مهم. عارف بأن المقال ديال هو هو هم اللي طوالت. مهم. وإحنا كن ناكله باش نغدي وماشي باش نباشي اللي حدك شي اللي طوالت. دوك أي حاجة اللي كتكون فيها لي ميكرو لي ميكرو ولي فيتامين من الاحسن ناخدوا واحد من الساعة قبل وجبة الغدائية. باش كان عاش راتي بأنهم دخلوا للدورة الدموية والمفعول ديالهم غيبان عدات ديالي. صفر خمسة ستا وتلاتين دائما آآ تعطيونا الاقتراحات ديالكم. آآ تشاركوا معنا كذلك. الأطباق ديالكم متميزة. أطباق اللي نجحات معاكم. ما تنسوش كذلك المصابقة ديال.